السلام عليكم شابا بقول لسانة واخباركم ايه يا رب تكونوا بخير تعاون حلا مع بعض الجزء الخاص بالبروبلمز لسيشن سيفن الورك يا شباب اول سؤال انا ازا ما احنا شايفين كده بيقول لنا امان اف ماس سيفنتي كيلو جرامز جوز ابستيرز اف لنس ففتي ميتر احنا عارفين ان الورك اقوال اف باي دي باي كوزين سيتا تمام الاف مش معنا هنفكها بالويت اما باي جي باي دي ملتبلاي كوزين السيتا الماس معنا الجي معنا الدي اقلنا هي بتاع السلم ده ففتي ميتر بس السيتا اخد بالك بقى السيتا هنا مش السكستي طيب احنا اتفاقناها بعض ان السيتا بنحسبها بين ايه وايه بين الديسبلسمنت والاف ده كده الخط ده ده الديسبلسمنت السلم وطالع وده الاف لو اللوت بتاعه هو طالع لفوق فاحنا قولنا كده احنا عايزين الانجل دي فالانجل دي عشان نجيبها هنقول طبعا ناينتي ماينس سكستي تطلع ثيرتي فانبنجي نعود ادي ماس بسبنتي اش جي بتم ادي عندنا بففتي ملتبلاي كوزين ثيرتي دي على الكالكويتر كده هتطلع سري زيرو سري ون زيرو بوينت نينتي ون جول تمام كده السؤال اللي بعد بقول لي ان اثلت او ويت 700 newton climbed a mountain find the work he did when he reached 200 meter above the ground بسهولة هاتي الwork equal if by d يبقى الفرس of weight ليه 700 multiply d 200 يبقى ادي 14 140 1000 jool فاش حاجة تعود مباشر number 3 بللي find the work he done to push a car to buy a force 20 19 through displacement 3.5 برده مفاش حاجة ادي الwork equal if by d lfa 20 d 3 point 5 تطلع 70 jool بعد كده بيقول لي calculate the work he done to lift an object of weight 500 newton to 2.2 meter high above نفس الكلام يا جماعة تعود مباشر لسه عندي f by d ال f عندنا 500 multiply d 2 point 2 تطلع 1,100 جول مفاش حاجة بعد كده بيقول لنا هنا حسين ولا باسمه حسين is a weight lifter يوفع a skull his best lift in training is a bar with mass 250 kilogram ده الماس تحت البار اللي بيشيه he does 5,000 jool of work on his bar on the bar when he lifts it if the gravitational field strength is g بتن calculate the weight of this 250 kilogram mass and how high حسين let's هتبقى عبارة عن the work divided by force طبعا نسيت هنا ب zero عشان تجاه force هو هو طبعا ال work اللي هو مده هنا ب 5,000 jool والif اللي احنا لسه جيبينها الويت اللي احنا لسه شايدينه او جايبينه لو الراجل شايله يعني حسين ده 2500 دمعة ده دمعة ده تطلع two meters تمام كده بعد كده بيقول calculate the force acting on an object if the work don't to move it a distance 50 meter equals 2500 jool and if the angle between the force and the perpendicular to the motion ثانية واحدة ده ال x ده ال y فبيقول لي to move distance equal كذا فناخد بقى هنا بيقول لي ايه ده كده اتجاه الفرس تاتجاه displacement فبيقول لنا ان الانجل between the force and the perpendicular to motion يعني دي كده الانجل دي ب30 طبعا حبناخد الانجل بين ايه و ايه ال f و دي يعني دي 60 فانا ما عايز بقى مين عايز الفرس طب الفرس نقول لي equal ال work divided by ال دي ملتبلاي كوزين سيدا ال work بكام 2500 divided by ال d 50 ملتبلاي كوزين كوزين 60 عالكالكويتر كله ده يطلع 100 نيوتن تمام كده بعد كده بلنا بلنا a force of 100 دي acts on an object to displace it through 2.5 meter find the work by this force in the following cases اول كيس same direction يعني السيتاب كام السيتاب 0 تاني كيس if the force direction makes angle 60 to the direction of motion يقول الانجل ب60 if the force acts perpendicular to the direction of motion على الانجل ب90 تعالوا كده واحدة واحدة اول مرة دي by d by kosine set ال f بكام 100 d بكام by two point five multiply kosine zero عليك الكترة دي طلع 250 جول ماشي بعد كده قال لي ماشي angle 60 يبقى work equal f by d by kosine set f بكام 100 d 2.5 multiply kosine 60 نعرف ان kosine 6 طبعا بهفزة ما اتفانع بعض يبقى 125 جول بعد كده perpendicular طب perpendicular يبقى لو قلنا برضو wait f d مرة دي بقى kosine 90 kosine 90 بكم جماعة بزير حلو كده ماشي بعد كده بيقولنا هنا ايه دور ايه لاب اتفانع اتفانع رانز اتفانع 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 kg body با اتفانع اتفانع رأسي اتفانع 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 1.32 seconds اتفانع الانسانع ونشفى جنس هالين زاود نفس انجي اتفانع اتفانع متر per second power 2 طب يلا نحل هنيجي هنا اولا الويت equal mean f by d خدوا بالكو انا قالينا ايه constant speed شغل الترم اللي فات يعني d equal v by t عادي فنفك d هنا v by t ونفك الفورس m multiply g و d v by t فهمنا كده تاني يبقى ال f فاكناه من مين m g d v by t ونعود الماس بكام الماس 100 2 ال g زي ما تأخر ليها 10 v ال v هنا تعالوا معايا كده طبعا ال v equal t over t ثانية واحدة معي الشقراتي معاكو ماشي فهنا بيقول لي احسب لي ال a هو عايزي determine the work done طبعا لو جينا شفنا اصلا d equal v by t مفهاش مشكلة هي ادي اصلا من الدهن d من الدهنة كفنا مش هنفكها عادي تعالوا كده واحدة واحدة لما نيجي نشتغل كده يبقى ال f بكام ادي الفورس نفكها ام by g multiply ال d اللي هو الدهنة تعالوا كده نحسبها ادي الماس 102 ودي ال g بتن فبيقول لنا ال d اللي هو طلعها 2.29 نتأكد منها كده مالكالكوتر مع بعض خليكم معايا محدش يمشي احنا قلنا كم كده جماعة 100 2 صح كده multiply 10 multiply 2 point 20 9 3 مزبوط كده على الكالكوليتور زي ما احنا شايفين كده 2 3 3 5 point 8 جول نرجع بالله كنا بنقوله يبقى كده مزبوط تمام كده 2 3 3 5 point 8 جول فالفكرة انا هو مش عاوز يحسب يفك dv بايت ولا حاجة لعادي خلاص هو بس مديه time ماستخد النهوش في حاجة ما اصرش معنا في حاجة خلاص تعالوا بعد كده number 9 قصتها حزينة بقى شوية بقول لي ذا ski slopes اللي من حضرات تاعت السكيتينج دي at bluebird mountain اسم الجبل make use of two ropes استخدوهم هم عشان تصلكوا الجبل دا حبلين to transport snowboards اللي البورد بتاعت تزحلك بتاعتهم and the scares to the summit summit of the hill للقن one of the two ropes is powered by motor which pulls scares along ice incline of thirty degrees suppose that بصوا معا كده عندنا هنا 18 scares with an average mass 48 kilogran hold on to hold on to the rope and suppose that the motor acts by a force 9000 newton determine the cumulative weight of all these scares طب واحدة واحدة هو عاوز الويت كله الويت equal m multiply g الماس بكام هم 18 فرض مساعة كل واحد 48 multiply g هنا برضو 10 على الكالكويتور تطلع 8 6 40 نيوتن خلو هنا g 10 meter per second power 2 ماشي بيقول لي determine the net force that pulls this amount of weight up a 30 incline واحدة احنا عارفين sigma f في الحالة دي equal f motor plus minus في الحالة دي بقى جماعة الكوة المضادة اللي في عكس الاتجاه هي force due to weight force due to weight بتاع الاشخاص دي ماشي طب تعالوا قوة الموتور كم 9000 plus minus f friction اللي هي minus بقى خلاص بتقول له هنا minus f friction f friction بقى كام عبارة عن مين اللي هي f weight لكن ده f friction عبارة عن ايه بقى عبارة عن weight اللي احنا حسبنا ده بتاع الاشخاص دولة تاع هذا واحدة اللي هو كام احنا قلنا aid six 40 وما تلعين بانجل خبالة كيبه ملتبلاي sign sign 30 ماشي على الكالكوتر هتطلع four six eighty نيود تمام طب ليه هنا قلنا sign عشان احنا تلعين في اتجاه ال y مش ماشيين في اتجاه ال x خلاص يا شباب بعد كده بيقول لي determine the work done by the motor to raise the skiers a distance fifty meter on the ski to ascend زي بقى بقى البساطة بقى احنا عايزين نحسب ال work فنقول له عبارة عن force بتاعتهم كلهم اللي هو ال wait بتاعهم في displacement طبعنا سجمع f بكام four six eighty multiply fifty دي resultant force بتاعتهم كلهم تمام هتطلع الكالكوتر بمتين اربعة وتلاتين الف جول ماشي two hundred thirty four thousand جول تمام كده السؤال اللي بعده بيقول لنا هنا ايه motorcycle of mass two hundred kilogram move in a straight line if the force of motor is five hundred newton هيتين كده صح اه if the force of الاول الماس بتاعت motor cycle ميتين كيلو if the force of motor خمسمية newton the friction force one hundred newton for every one hundred كيلو جرام يعني سلام عشق اوى يعني يعني كل ميتة كيلو الفرص ساعتهم مية يبقى الفرص بتاعتهم كلها كام متين مش مستهلة حتتش اوى كده يعني فورمز فورمز ميتة طب تعال الاول انت حارفين بس ما عندناش الريزالت او فنقوله سيجم او سيجم اكتنج الفرص بتاعتهم موتور دي بلس ماينس الاف فريكشن الاف اكتنج زي ما قلنا five hundred ماينس بقى احنا قلنا الاف فريكشن بتاعت الميت كيلو بمية طب احنا عايزين الميتين كلهم يبقى هنقوله 200 نيوتن يعني في الاخر three hundred نيوتن نيجبقى نحسب الورك هنا قولي الورك equal force multiply displacement الفرص ب300 displacement او distance مش في straight line عادي هتطلع بfifteen thousand جول number 11 بيقولي هنا a force of two thousand نيوتن act on a static object of mass five hundred كيلو جرام calculate the work done by this force during five seconds تعالوا مع بعض احنا كونا احنا زيها قبل كده الورك من الاخر لو جينا كده من الاخر بقى خدنا problem من الاخر الاول force multiply displacement صحي كده ماشي الفرص عندنا two thousand ده مفيش مشاكل بس دي مش معاي طب دي عشان نجيبها نجيبها باكويتين من three اكويتين زي بتوعنا طبعا كده بس طبعا شايفينا في time يبقى اكيد هستهدم الاكويتين التانية دي equal v i t plus half e t part two وطبعا ما قال static يعني دي كده ملهاش لازم بزيره بس احنا كده ما عندناش مين over time الف بكام الف لا ههنا يا جماعة مش نجيبها من كنون ده عشان ما عندناش الفاين الفلوس دي هنا هنجيبها عادي من كنون الفورس الفورس equal ما ضايق ايه يبقى الايه equals force over الماس الفورس two thousand الماس five hundred ده مع ده وده مع ده twenty over five يعني four meter per second power two نجي نعوض بقى هنا يبقى نقول له equal half by four multiply time can five power two يعني كده fifty meter نجي بقى نعوض هنا عشان نجيب الwork يبقى الفورس ليه بtwo thousand multiply الففتي two by five ten واعدة زرز كلها حطاها اتنين ثلاثة اربعة واحد اتنين ثلاثة اربعة يعني hundred thousand جول ثلاثة مبور فور بعد كده number 12 بيقول لك هنزود بس كلمة static two static bodies زي ما ازقف هنخلي لي كده one over three one over three يعني يعني على كده يبقى M1 وهو بقول لي two static bodies يعني V-I بتاعت كواحد فيهم بzero the mass of the first one over three mass of the second يعني one over three من M2 وفي two equal forces اصرات يعني F1 equals F2 the affecting time of the force on the first is three times يعني T1 equals three times T2 يعني equal three T2 ماشي عايز ريشو احنا عارفين بقى شغل شابتر five يبقى يبقى M2 over M1 مازبوط كده ماشي M2 هنسيبها زي ما هي طب M1 over three M2 طبعا هنكنسل M2 مع M2 تحت اللي تحت يطلع فوق يبقى three over one the ratio بتاعت الماس بعد كده بقول لي عايزين ratio between the work done on the first to the z to the work done of the second يعني عايز work one over work two الwork كده كده عبارة عن force multiplied from D1 force multiplied from D2 كده كده the forces are equal ماشي طب D1 واحدة واحدة كده D1 equal VIT plus شامل D time تانية half A T power two طب D2 VIT plus half A T two power two دي تبقى T1 كده كده ال VIT zero cancel ده مع ده لما هنعملهم division فوق بعد يا جماعة بقى D half يروح مع half تعال بقى طبعا ده A1 وده A2 يابا هنا الرشو بتاعتنا A1 by T1 square divided by A2 by T2 square احنا جابنا الرشو بتاعت A1 على ايه 2 من فوق ب3 over 1 اللي هي دي يا جماعة تمام كده دي دي كده طيب تعال multiply هي T1 عبارة عن ايه عبارة عن 3 T2 power 2 توزع يبقى 9 3 اهي 3 T2 power 2 9 T2 power 2 divided by T2 برضو power 2 فها cancel مين هنت cancel دي مع دي هي يعني 27 over 1 دي كده بتاعتنا دي كده 27 over 1 ودي 3 over 1 تمام كده جامعة بعد كده بعد كده بيقولنا an object of mass 50 kilogram has accelerated from rest طب from rest يعني ايه vi equal zero the velocity becomes 5 دي vf time 5 seconds find the work تعالها دي قرابة لفكرة 11 بس الفرق ان الacceleration هنجيبها vf minus vi احنا برضه عايزين نجيب الwork والwork equal اه الwork equal f by d هنفك ال force ما عندناش force يبقى m by a طب بالك بقى by d طب تعالها بقى نجيب الacceleration الاول ما عندناش acceleration ما عندناش ال d هي دي مشكلة ولا acceleration ولا d طب الacceleration equal vf minus vi over time vf five minus zero time عندنا بfive يعني في الاخر بone meter second power two ده مين الacceleration ماشي طب بعد كده عايزين نجيب ال d بلا كوجه التاني عشان في time v i t قال من ال rest يعني zero plus half a t دي بزيرو يبقى half acceleration one t five power two وتطلع twelve point five meter ده كده مين ده كده displacement نيجي نكمل نيجي نحل هنا mass وننب 50 multiply l a one multiply d 12 point five على الكالكتر هتطلع 25 الف لو على الكالكتر معليش نقاسف 625 625 625 625 625 جول نمبر 14 بيقول لي a force of 1000 newton acts on a static object its velocity becomes 10 meter per second after 5 seconds find the work زي اللي فوق يا جما هنقول له هن برضو الacceleration equal v final minus v initial divided by time vf بكام vf 10 minus 0 الاستاتيك divided by time 5 يبقى 2 meter per second power 2 ده مين دي الacceleration تعا نجيبي d برضو بالsecond equation يبقى d equal vit plus half a two power two دي بزيرو يبقى half الاي بتو الاي بتو multiply five power two دي رحت مع دي هيديني twenty five meter ده كده مين ال displacement نيجي بقى عادي نقول له الwork نحزة واحدة نقول الwork equal ايه الwork يا شباب ما دي الwork equal f by d f one thousand by d twenty five خمسة وعشرين الف جول حلو كده اخر سؤال ركزوا بس السؤال ده عالي شوي بولي a force of 120 newton makes an angle 60 with the horizontal حلو نرسمها بقى كده مين ده ده الhorizontal مين دي دي الفورس اللي عملة angle كام 60 حلو يبني في angle 60 وده اتجاه مين ده اتجاه الفورس اكسون استاتيك object placed on the ground يعتبر هنا يسي دي كده في صندوق بالشكل ده عال ارض فبيقول لنا if the force if the force displaces it on an inclined surface through five متر حلو يعني دي كلها دي كلها كده خليكم معايا five متر ماشي دي كده five متر ماشي ماشي فبيقول لي then the object becomes at height two point five الهيط ده كله كده two point five متر ماشي فبيقول لنا find the work done on the object تاني كده جماعة هو بيقول لنا a force of 120 newton makes angle 60 with the horizontal acts on aesthetic object placed on the ground if the force displaces it on an inclined surface with five meters then the object becomes at a two point five meter above the above the ground لو جينا شوفنا كده لشان بس نبقى فاهمين كده مابعت أولا هو الobject ده طلع لفين هو بيطلع لفوق فاحنا اتفقنا مع بعض طبع بيطلع لفوق يبقى ازا ما احنا شايفين كده ده اتجاه الفرس ده اتجاه الفرس ماشي حلو يبقى احنا هناخد مين والله جماعة ده اتجاه هو الobject تعمال بالجر بالجر فاهمين قصد كده هو طلع كده فده اتجاه ال ده اتجاه الفرس فاحنا عايزين ال انجل دي كده فاهمنا الفكرة هو قال الفرس بالجر كده كده فده الانجل احنا عايزين دي كده كام دي كده بثيرتي دي فلما نيجي نشتغل بقى كده تعالوا كده معي احنا عايزين الورك الورك اكوال F باي دي باي كوزين سيد طب ال F انا بكام ون هندرد توينتي ال D هاخد رقم خمسة وطب وينت فايف هناخد الارتفاع اللي هو تلع بالجزء الخمسة متر اللي هو حصل لها مالتبلاي كوزين ثيرتي على الكالكوليتر هتطلع 519 بوينت سكستي تو جول طب كده يا شباب يبقى تاني الفرصة دي كتبون هندرد توينتي الفرصة دي عملة انجل سكستي عملة انجل سكستي مع مين مع الهوريزونتل تمام كده فالفرصة دي شالت الابجيكت ده او حركة الابجيكت ده مسافة خمسة متر حلو كده فبيقول لنا هنا على ارتفاع 2.5 معا كده يا شباب فبيت تالي الورك اللي احنا عمزينه فاحنا قلنا الفرصة عملة انجل سكستي مع الهوريزونتل بس الابجيكت كده كده تسحب لفوق فطمت تسحب لفوق هناخد انجل ثيرتي زي ما انا معاود ومسافة دي سبليس متاعته هي 5 جيتر تمنى تكون فهمنا يا شباب الفيديو ده شوفوا شكو بخير ان شاء الله فهو مرك جديد